السؤال الثاني سؤال عراقي من العراق هناك من يرد على تطبيق رواية المشرقيين على الثورة الخمينية ويستدل بهذه الرواية على أن هذا الحدث سيكون مع الصين هذه الرواية التي جاءت في الرسالة ذكرها صاحب إلزام الناصب إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب لعلي اليزدي الحائري المتوفى سنة 1333 للهجرة هذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان إنه الجزء الثاني الطبعة الأولى 2002 ميلادي في صفحة الثالثة والثلاثين بعد المئة هكذا جاء في هذه الصفحة في أربعين المير اللوحي في أربعين المير اللوحي عن فضل بن شاذان عن أبي جعفر عليه السلام يقول كأني بقوم قد خرجوا من أقصى بلاد المشرق من بلدة يقال لها شيلة هل هناك بلدة نعرفها يقال لها شيلة في القرون الماضية كانت هناك قرية تقع قرب الكوفة من القرى المحيطة بالكوفة كانت هناك قرية باتجاه الحلة يقال لها قرية شيلة منطقة شيلة وفيها نهر يجري كان معروفا بنهر شيلة لكنها في زماننا لا وجود لها قبل الإسلام كانت موجودة في العراق وحينما دخل المسلمون كانت موجودة في الزمن الأموي في الزمن العباسي وبعد ذلك اندرس النهر واندرست القرية وما بقي من ذلك أثر فلا يوجد أثر منها في زماننا في زماننا هناك مدينة سياحية في تركيا تقع بالقرب من مدينة إسطنبول لا تبعد عنها كثيرا مدينة ومنطقة سياحية معروفة هناك يقال لها شيلة غير هذا بحدود علمي لا يوجد ذكر لا في أطالس الخرائط ولا في معاجم البلدان والمدن ولا حتى على الإنترنت لا يوجد ذكر لمدينة أخرى بحسب هذا النص من أن المدينة تقع في أقصى بلاد المشرق أقصى بلاد المشرق يعني جنوب شرق آسيا هذه المناطق في أقصى أقصى بلاد المشرق هذه المناطق وما قاربها كأني بقوم قد خرجوا من أقصى بلاد المشرق من بلدة يقال لها شيلة يطلبون حقهم من أهل الصين فلا يعطون ثم يطلبونه فلا يعطون فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فرضوا بإعطاء ما سألوه فلم يقبلوا وقتلوا منهم خلقا كثيرا ثم يسخرون بلاد الترك والهند كلها ويتوجهون إلى خراسان ويطلبونها من أهلها فلا يعطون فيأخذونها قهرا ويريدون ويريدون أن لا يدفع الملك إلا إلى صاحبكم مع الذين قتلوهم فانتقموا منهم وتعيشوا في سلطانه إلى آخر الدنيا هذه هذه هي الرواية التي يتحدث عنها السائل الكريم في رسالته ويقول من أن هناك من يأتي بهذه الرواية ويجعلها حاكمة على النص الذي قرأته عليكم من غيبة النعماني بخصوص قيام المشرقيين وشرحت الرواية في الحلقات المتقدمة في الثورة الإيرانية الخمينية فهؤلاء يقولون من أن الكلام الذي قلته ليس صحيحا ومن أن الرواية بحسب ما قرأته عليكم ترتبط بالصينيين هذا هو الذي تقوله الرسالة وفي آخر الرسالة فهل يمكن أن نحمل هذه الرواية ونتمسك بالرواية الأصل من كتاب الغيبة لأن نصها من الواضح أنه مختلف أنه مختلف إذا أردنا أن نجمع بين حديث قيام المشرقيين في غيبة النعماني وبين هذه الرواية قبل أن أعلق على هذه الرواية سأعود إلى مصدرها فصاحب ألزام الناصب نقلها عن هذا الكتاب أربعين المير اللوحي وهو في الحقيقة ما هو اللوحي وإنما هو مير لوحي وليس اللوحي على أي حال هذا ليس مهما في أربعين المير اللوحي كما يقول هذا الكتاب لعالم شيعي هو محمد مير اللوحي الإصفهاني من علماء العصر الصفوي كان معاصرا للمجلس المجلس الثاني كان معاصرا لمحمد باقر المجلس وعنده مشكلة طويلة عريضة مع المجلس هذا الكتاب يعرف بهذا العنوان أربعين المير اللوحي كما قال صاحب الزام الناصب لأن المؤلف رتب كتابه على ذكر أربعين حديثا استنادا للروايات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله من حفظ على أمة أربعين حديثا هناك مجموعة من هذه الروايات وكثيرون وكثيرون من علماء الشيعة ألفوا كتبا تعرف بكتب الأربعين فيختار العالم أربعين حديثا يقوم بشرحها وبيان مضامينها فهذا الرجل محمد مير لوحي الإصفهاني قام بالأمر نفسه جمع أربعين حديثا من أحاديث الرسول وآل الرسول وشرحها لكنه وضع عنوانا لكتابه كفاية المهتدي لمعرفة المهدي هذا هو كتابه قد يقال له كتاب الأربعين للمير لوحي ولكن الإسم الحقيقي للكتاب هو هذا كفاية المهتدي لمعرفة المهدي جمع في الكتاب أربعين حديثا من أحاديثهم صلوات الله عليهم وقام بشرحها وتفصيل معانيها هذه صورة لنسخة مخطوطة من هذا الكتاب رجاء اعرضوا لنا الصورة الثانية هذه صورة الصفحة الأولى من كتاب المير لوحي الذي الذي أحدثكم عنه هذه صورة الصفحة الأولى من مخطوطة الكتاب التي صورتها الكاملة بين يدي على المكتب كما تشاهدون هذه صورة الصفحة الأولى رجاء اعرضوا لنا الصورة الثالثة هذه صورة الصفحة التي تسبق الصفحة الأخيرة من هذه المخطوطة التي بين يدي واعرضوا لنا الصورة الرابعة هذه صورة الصفحة الأخيرة من هذه المخطوطة اذا هذه المخطوطة مخطوطة كتاب المير لوحي وهناك نسخ أخرى من مخطوطات أخرى لهذا الكتاب هناك نسخة في مكتبة مجلس الشورى في طهران في مجلس الشورى في بناية البرلمان الإيراني هناك مكتبة تابعة لهذه المؤسسة من المكتبات المعروفة في طهران وهناك نسخة مخطوطة أيضا في المكتبة المركزية لجامعة طهران وجامعة طهران في طهران وهناك نسخ أخرى في كل هذه النسخ هذه الرواية ليست موجودة هذه الرواية ليست موجودة الرواية التي ذكرها علي اليزد الحائري في الجزء الثاني من إلزام الناصب والتي قرأتها عليكم هو قال بأن الرواية مأخوذة من أربعين المير لوحي النسخ المخطوطة المتوفرة الآن لهذا الكتاب لا توجد فيها هذه الرواية بحسب ما جاء في سند الرواية من أن المير لوحي نقل الرواية عن الفضل ابن شاذان الفضل ابن شاذان عنده كثير من الكتب الفضل ابن شاذان من كبار علماء أصحاب الأئمة يعد في أصحاب إمامنا الجواد ويعد في أصحاب إمامنا الرضا أيضا لكنه محسوب على الجواد بنحو أكثر صلوات الله عليه الفضل ابن شاذان عاصر إمامنا الرضا وإمامنا الجواد وإمامنا الهادي وإمامنا الحسن العسكري لكنه توفي قبل استشهاد إمامنا الحسن العسكري كما يبدو من المعلومات المتوفرة لدينا ومن القرائن الموجودة بين أيدينا الفضل ابن شاذان من أجلة رواة الحديث ليس هناك من كلام بخصوصه وعنده كتب مهمة كثيرة لكنها ما وصلت إلينا ما وصل إلينا مما كتبه إلا القليل من جملة كتبه هناك كتاب معروف للفضل ابن شاذان معروف في فهارس الكتب الشيعية إثبات الرجعة هذا الكتاب ليس موجودا لدينا صاحب الأربعين المير لوحي يبدو أنه كان يمتلك نسخة من هذا الكتاب ونقل عنه نقل عن هذا الكتاب عشرين حديثا كما قلت لكم هو كتاب الأربعين جمع فيه أربعين حديثا عشرون حديثا من الأحاديث الأربعين نقلها عن هذا الكتاب عن كتاب إثبات الرجعة فهذه الأحاديث كلها مروية عن الفضل الحر العامل كان معاصرا له المجلسي محمد باقر المجلسي كان يبحث عن هذا الكتاب لكن للعداء فيما بين المير لوحي والمجلسي فإن المير لوحي لم يعطي الكتاب للمجلس مع ملاحظة أن المجلس كان يعيش في إصفهان وكان بمثابة رئيس الوزراء للدولة الصفوية والمير لوحي أيضا كان يعيش في إصفهان فهو إصفهاني وإن كان أصل عائلته من سبزوار لكنه يعيش في إصفهان حياته قضاها في إصفهان فهما الاثنان معا كان في إصفهان ولكنه لم يعطي هذا الكتاب للمجلس ولذا فإن المجلس لم يثبت كتاب إثبات الرجعة في مصادر بحار الأنوار هذه أمور جانبية خلاصة الكلام ليس هناك من احتمال أن حديثا كهذا الحديث كان موجودا في الكتاب وحذف لأن الأحاديث التي نقلها عن كتاب إثبات الرجعة للفضل ابن شاذان نقلها الآخرون عن هذا الكتاب وأثبتوها في كتبه عشرون حديثا وهذه الأحاديث العشرون لا زالت موجودة في هذه المخطوطات والأمر هو هو في المطبوع من هذا الكتاب فهذا الكتاب طبع مطبوع وموجود بنسخته الفارسية الكتاب باللغة باللغة الفارسية وليس باللغة العربية هو يورد الأحاديث باللغة العربية ولكنه حين يشرحها ويترجمها فإنه يشرحها باللغة الفارسية مطبوع بالطباعة الحروفية الحديثة ولكن على الإنترنت بالطباعة الحروفية الحديثة بلغته الفارسية وطبع أيضا طبع أيضا في طهران طبع طباعة ورقية وترجم إلى العربية ترجمه ياسين الموسوي في كل النسخ المخطوطة والمطبوعة باللغة الأصلية للكتاب وهي الفارسية وبلغة الترجمة وهي العربية لا توجد هذه الرواية كيف نقلها صاحب إلزام الناصب من هذا الكتاب هذا أمر آخر أنا لا أقول إن صاحب إلزام الناصب يكذب ويفتري لكنني أعتقد أنه نقل الرواية بالواسطة لأنه لم يصرح هل أنه أخذ الرواية من نسخة مخطوطة من نسخة غير مخطوطة لم يصرح لم يصرح في كتابه من طبعة حجرية من أي مصدر هكذا قال في أربعين ألمير اللوحي وبالمنه سبت فإنه أورد الرواية التي جاءت مذكورة في غيبة النعماني قبل هذه الرواية وقال في غيبة النعماني ثم قال وفيه عن أبي جعفر محمد بن علي كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه لكنه بتر الرواية انتهت الرواية حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء بقية الرواية لم يذكرها لو كان قد نقل الرواية من غيبة النعماني لنقلها كاملة جميع نسخ كتاب الغيبة الرواية فيها كاملة جميع النسخ وكل الذين نقلوا النص عن غيبة النعماني بنحو مباشر نقلوا الرواية كاملة لماذا جاءت الرواية هنا ناقصة الذي يبدو وبنحو واضح من أن صاحب إلزام الناصب لم ينقل الرواية عن كتاب غيبة النعماني بنحو مباشر وإنما نقل عن كتب أخرى وتلك الكتب نقلتها منقوصة وبغض النظر عن نقله المنقوص لرواية غيبة النعماني فإن الرواية التي كما يقول من أنه أخذها من أربعين المير لوحي هذه مخطوطات أربعين المير لوحي وهذا المطبوع من هذا المطبوع من رجاء أعرضوا لنا صورة الكتاب بترجم بترجمته العربية هذا هو الكتاب بترجمته العربية تلاحظون تلاحظون من أن عنوان الكتاب مختصر كفاية المهتدي رجاء أترك الصورة على الشاشة مختصر كفاية المهتدي لمعرفة المهدي الكتاب عنوانه كفاية المهتدي لمعرفة المهدي لماذا صار مختصرا لماذا صار مختصرا لأن المترجمة ياسين الموسوي تصرف في الكتاب كيف تصرف في الكتاب المقاطع التي انتقد فيها صاحب الكتاب المجلس حذفها من الكتاب وهي مقاطع كثيرة فقال للأمانة العلمية فإن الكتاب قد حذف منه ما حذف هو لم يحذف شيئا من الروايات والأحاديث وإنما حذف كلام المؤلف عن المجلس ما كان من ذنب وقدح حذفه للمحافظة على حرمة العلماء هكذا يضحك على الشيعة لماذا لا تنقل المعلومات وحينئذ يتحقق منها هل هذه المعلومات صحيحة ليست صحيحة يحذفونها وهذا الأمر جرى نفسه حينما طبعوا الكتاب طباعة ورقية في إيران فحذفوا الكلام الذي يرتبط بالمجلس وطبعوه أيضا بهذا العنوان من أنه مختصر لكتاب المير لوحي بينما هم لم يختصروا وإنما حذفوا فقط الكلام الذي قاله بخصوص المجلس هكذا تجري الأمور وهكذا تضيع الحقائق عبر حركة التأريخ ليس مهما هذا ليس حديثنا عن هذه النقطة حديثنا عن الرواية هكذا قال ياسين الموسوي في مقدمته في صفحة الثانية بعد العاشرة تحت عنوان عملنا في الكتاب النقطة الثالثة وجدنا المؤلفة قد ينجر قلمه للحديث عن بعض الأكابر كالعلامة المجلس قدس سره بما لا يتناسب بما لا يتناسب والبحث العلمي فارتأينا حذف تلك المقاطع من الكتاب ولذلك عدلنا من تسمية الكتاب باسمه الأصلي إلى تسميته بمختصر كفاية المهتد رعاية لأمانة النقل لهذا سبب سمى الكتاب بمختصر كفاية المهتد هذه الطبعة طبعة مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي صلوات الله عليه إنها الطبعة الأولى جمادة الأولى ألف أربعمية وسبعة وعشرين هجر قمري النجف الأشرف حين مراجعة المخطوط والمطبوع فإن الأحاديث التي نقلها المير لوحي عن الفضل ابن شاذان عشرون حديثاً سأذكر لكم أرقام الصفحات للذي يريد أن يحقق أو كي تعرفوا من أن الأجوبة هنا تأتي أتحدث عن شاشة القمر تأتي بعد تتبع وتحقيق وتدقيق ما شرحت الرواية بالطريقة التي شرحتها إلا وأنا مطلع على كل النصوص في الكتب السنية أو ما جاء مذكوراً في إلزام الناصب الحديث الأول بحسب تسلسلي كتاب المير لوحي جاء في المخطوطة صفحة سعطعش وفي المطبوعة صفحة ستة وأربعين الحديث الرابع بحسب تسلسلي المير لوحي جاء في المخطوطة في صفحة ثمانية وثمانين وفي المطبوعة بترجمة عربية بترجمة ياسين الموسوي جاء جاء في صفحة ثلاثة وستين إذن الحديث الأول بحسب المخطوطة جاء في صفحة سعطعش وبحسب المطبوعة في صفحة ستة وأربعين الحديث الرابع جاء في صفحة ثمانية وثمانين في المخطوطة وفي المطبوعة ثلاثة وستين الحديث السادس في المخطوطة صفحة ثلاثة وتسعين في المطبوعة صفحة سبعة وستين الحديث الثامن في المخطوطة صفحة مية في المطبوعة صفحة واحد وسبعين الحديث التاسع في المخطوطة صفحة مية وأربعة في المطبوعة صفحة أربعة وسبعين الحديث العاشر في المخطوطة صفحة 109 في المطبوعة صفحة 77 الحديث 11 عشر بحسب تسلسل المير لوحي في المخطوطة صفحة 111 في المطبوعة صفحة 78 الحديث الثاني عشر بحسب تسلسل المير لوحي في المخطوطة صفحة مية وسبعة عشر في المطبوعة صفحة واحد وثمانين الحديث السادس عشر في المخطوطة صفحة مية وتسعة وعشرين في المطبوعة صفحة ثمانية وثمانين الحديث العشرون في المخطوطة صفحة مية وستة واربعين في المطبوعة صفحة ستة وتسعين الحديث الثالث والعشرون في المخطوطة صفحة مية وثلاثة وخمسين في المطبوعة صفحة مية الحديث السابع والعشرون في المخطوطة صفحة مية واحد وستين في المطبوعة صفحة مية وخمسة الحديث الثامن والعشرون في المخطوطة صفحة مية وستة وستين في المطبوعة صفحة مية وسبعة الحديث التاسع والعشرون في المخطوطة صفحة مية وثمانية وسبعين في المطبوعة صفحة مية وخمسطعش الحديث الثامن والعشرون في المخطوطة صفحة مية وستة وستين في المطبوعة صفحة مية وسبعة الحديث التاسع والعشرون في المخطوطة صفحة مية وثمانية وسبعين في المطبوعة صفحة مية وخمسطعش الحديث الثلاثون في المخطوطة صفحة مية وستة وثمانين في المطبوعة صفحة مية وعشرين الحديث الرابع والثلاثون في المخطوطة صفحة ميتين واتسعة عشر في المطبوعة صفحة مية وثلاثة واربعين الحديث السابع والثلاثون في المخطوطة صفحة ميتين وستة وعشرين في المطبوعة صفحة 148 الحديث الثامن والثلاثون في المخطوطة صفحة 308 في المطبوعة صفحة 205 الحديث التاسع والثلاثون في المخطوطة صفحة 311 في المطبوعة صفحة 209 الحديث الأربعون في المخطوطة صفحة 357 في المطبوعة صفحة 236 هذه عشرون حديثا كتاب الأربعين للمير لوحي يجتمل على أربعين حديثا عشرون حديثا منها نقلها عن كتاب إثبات الرجعة للفضل بن شاذان هذه هي الأحاديث لا يوجد فيها ولا حرف واحد من الرواية التي أوردها صاحب إلزام الناصب إنني أتحدث عن المخطوطات المتوفرة وعن المطبوعات المتوفرة من هذا الكتاب فلا يوجد حرف واحد من هذه الرواية نذهب إلى فاصل إذن صار واضحا لدينا من أن الرواية لم يرد ذكرها في كتاب المير لوحي فهذه المخطوطات وهذه المطبوعات إلا أن يقول قائل هناك نسخة عند صاحب إلزام الناصب من كتاب المير لوحي فيها هذه الرواية ونحن لا نمتلك دليلا على هذا هذه النسخ المخطوطة والمطبوعة باللغة الفارسية وباللغة العربية لا يوجد ولا حرف واحد من هذه الرواية وهذا يعني أن الفضل ابن شاذان لم يروي هذه الرواية لأن مصدر صاحب إلزام الناصب هو هذا الكتاب بحسب ما يقول في أربعين المير اللوحي عن فضل ابن شاذان فحينما لا تكون الرواية موجودة في كتاب المير اللوحي في كل نسخه المخطوطة والمطبوعة بالعربية والفارسية هذا يعني أن الرواية لم تأتي عن الفضل ابن شاذان رضوان الله تعالى عليه من أين جاءت؟ لا أدري من أين جاءت هذه الرواية هناك الكثير من الكذب في الكتب والكثير من التحريف ومع كل ذلك ومع كل ذلك فإنني لا أهتم كثيراً لهذا الموضوع لموضوع أنها وردت أو أنها لم ترد ذكرت في كتابي المير لوحي أو لم تذكر رواها الفضل ابن شاذان أو أنها لم ترد عنه كل هذا ليس مهماً بالنسبة لي لكنني أردت أن أبين للسائل من أنك يا أيها السائل العزيز في أيدي أمينة أنتم في أيدي أمينة حينما تنهلون من معارف العترة الطاهرة عبر هذه القناة أنتم في أيدي أمينة أنتم في أيدي أمينة وأيدي صادقة وأيد خبيرة وأيد خبيرة أنا لا أقدم لكم شيئاً من دون تحقيق ومن دون تتبع ومن دون أن أكون متأكداً هذه مسؤولية شرعية وعقائدية إنني أزعم أنني أمهد لإمام زماني فهل أمهد لإمام زماني بكلام لا يكون متقناً هذه خيانة خيانة المرء إما أن يقول خيراً أو أن يسكت هكذا تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا هكذا علمنا وأدبنا معلمنا ومؤدبنا علي 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 هو الذي أدبنا المرء إما أن يقول خيراً أو يسكت أو يسكت فأنا لا أحدثكم إلا بحديث الحقائق هذه قناة الحقائق هذه قناة التحقيق والتدقيق إلا إذا خرج منها بحكم الضعف البشري قطعاً لنا هفوات لنا كبوات هذا شيء طبيعي لكن المسار الأصل هو التحقيق والتدقيق وأقولها لكم مراراً وكراراً إنكم في أيدي أمينة وأقسم وأقسم برأس الحسين إذا ما أحسست بأنني لا أستطيع أن أقدم لكم بهذا المستوى بسبب مرض أو تقدم في السن أو لأي طارئ لأي عارض فإنني سأغلق فمي وسأغلق هذه القناة أقسم برأس الحسين كي تعرف من أن الذي يوضع على سفرة هذه القناة على سفرتها العلمية وعلى سفرتها وعلى سفرتها الدينية وعلى سفرتها الثقافية من أشهى الأطعمة إنها من الطعام الحلال الطيب أما هذا الخراء هذا قراء وما هو بحديث وسأثبت لكم أن هذا خراء ولا يمكن ولا يمكن لمنابع الذهب أتحدث عن العترة الطاهرة أن يصدر عنها مثل هذا الخراء هذا خراء هذا وبغض النظر عن المصادر حتى لو وجدت الرواية في نسخة مخطوطة أصلية من كتاب إثبات الرجعة للفضل ابن شاذان فإنني لا أصدق أن الفضل ابن شاذان العالم الجليل والراوية الخبير أن ينقل هذا الخراء وينسبه إلى إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه لكنني كما بينت في الحلقة الماضية من أن مشكلة الشيعة في علاقتها مع إمام زماننا في العقيدة السليمة وما دامت الشيعة تتخبط ما بين دوامتين دوامة ما ورثناه عن الآباء والأجداد من دين وثقافة ودوامة الرئاسة أكان الشيعي يطلب الرئاسة بنفسه أو كان مرؤوسا يصنم العجول يصنم العجول الرؤساء فإن هؤلاء لن يدرك العقيدة السليمة مثل هذا الخراء يؤتى به ويلقى على الذهب المصفى على حديث أهل البيت رواية غيبة النعماني في قيام المشرقيين كلمات المعصومين من دون تغيير نص عربي متماسك نحويا وصرفيا ولغويا وبلاغيا أما هذا النص هذا النص ليس عربيا هذا النص ليس عربيا هذا النص لا علاقة له بلغة العرب لا أدري أي لغة هذه هذه ما هي بلغة عربية هذا النص لا يخضع للقواعد النحوية ولا يخضع للقواعد الصرفية ولا يخضع للقواعد اللغوية ولا يخضع للقواعد البلاغية هذا النص ليس عربيا لا علاقة له باللغة العربية حروفه عربية بعض كلماته عربية الجاهل يحسبه من اللغة العربية لكنني لا أتلمس اللغة العربية فيه مطلقا الموجود هنا في غيبة النعماني ذهب مصفة ذهب إبريس وهذا خراء مصفة فكيف ينسجم الخراء مع الذهب وكيف يحكم على الذهب بالخراء إلا إذا كانت العقول خرائية وإنما تكون العقول خرائية حينما تكون مقدسة لعجولها حينما تكون غاطسة في دوامة الرئاسة التي ستحول فيما بينها وبين إدراك العقيدة السليمة أنا لا أعبأ بموقف سياسي لهذه الجهة أو تلك لا أعبأ بهذه الحكومة أو تلك الذي أعبأ به أنني أبحث عن إمامي الذي أعبأ به أنني أقدس أحاديث أئمتي وأتعامل معها عبر منهجهم عبر قواعدهم أينما تقودني فإنني أسلم لها لا أبالي أتأخذني إلى أعداء أعدائي فإنني أذهب إليهم أتبعدني عن أحب أحبتي إلي فإنني أبتعد إنني مع الحقيقة سلمت رقبتي للحقيقة لأن الحقيقة تحمل قيمتها في نفسها أما هؤلاء الجهال الذين يأتون بهذا الخرائي يلوثون الذهب الإبريزة فإنهم ينطلقون من مواقف سياسية من اتجاهات سياسية من اتباع لهذا المرجع العجل القذر أو ذلك المرجع الكلب هكذا تجري الأمور أنا لا أبالي بكل هذا أبالي بشأن إمامي وأبالي بأحاديث أئمتي وأبالي بالطريقة التي تعلمتها منهم في فهم أحاديثهم وأبحث عن الواقع وعن التأريخ وإنني أفلتر كل ذلك كي أصل إلى النتيجة الواضحة بحدود استطاعتي أما أن تقول لي فهل يمكن أن نحمل هذه الرواية هذه ما هي رواية هذه قطعة من الخراء هذه قطعة من الخراء هذه ما هي برواية الرواية تصدر عن منابع الذهب عن منابع الطهر والفكر عن محمد وأهل محمد أما هذا الخراء فلا علاقة له بمحمد وآل محمد لا من قريب ولا من بعيد نذهب إلى فاصل تعال معي كي أكشف لك عن هذا الخراء كأني بقوم قد خرجوا من أقصى بلاد المشرق الرواية لا تستحق المقارنة مع ما جاء في غيبة النعماني ولكن الذي جاء في غيبة النعماني إنهم يخرجون من المشرق وهنا الحديث عن أقصى بلاد المشرق المكان مختلف فهل تريد أن تقول لي من أن نصى غيبة النعماني ناقص وهذا هو النص الصحيح الكامل نستمر كأني بقوم قد خرجوا من أقصى بلاد المشرق من بلدة يقال لها شيلة نحن لا نعرف أين ولكن يطلبون حقهم من أهل الصين فلا يعطون هذه ما هي بجملة عربية تأتي منسجمة وفق وفق قواعد بلاغة الكلام لأننا نتحدث عن محمد وآل محمد هم سادة البلغة فكيف يذكرون جملة ناقصة أين المفعول به المفعول به لا بد أن يذكر في الجملة خصوصا إذا ذكر في الكلام متقدما ولا يحذف إلا لحكمة ما هي الحكمة من حذف المفعول به هنا لا توجد حكمة لأن الذي سطر هذا الكلام ما هو بعربي وإلا فإن ذكر المفعول به يأتي على لسان العربي من دون أن يعرف أن هذا مفعول به السليقة الكلام هكذا تقتضي ولذا فحينما نقرأ في غيبة النعماني بخصوص رواية المشرقيين يطلبون الحق الحق مفعول به فلا يعطونه الضمير هنا يعود على الحق ذكر المفعول به فلا يعطونه الجملة هنا تخالف قواعد البلاغة العربية يطلبون يطلبون حقهم من أهل الصين فلا يعطون هذه جملة ناقصة والقضية لا تقف عند هذه الجملة حيث أحتمل احتمال أن النقص جاء من النساخ لأن الأمر يتكرر على طول الرواية يطلبون حقهم من أهل الصين فلا يعطون الجملة ليست بليغة ليست عربية لا يمكن أن تصدر عن المعصوم ثم يطلبونه فلا يعطون الخطأ يتكرر لأن يطلبونه ذكر المفعول به وهو الهاء الضمير ثم يطلبونه فلا يعطون هذه ما هي بجملة عربية لأن قوام الجملة العربية أساسا فعل وفاعل ومفعول به بعض الجمل ليس فيها من مفعول به يكون قوامها بفعل وفاعل فلا يوجد مفعول به أساسا ولكن إذا كان قوام الجملة يتألف من فعل وفاعل ومفعول به لن تكون جملة صحيحة حتى يذكر المفعول به وإذا ما حذف فلابد من وجود علة لابد من وجود حكمة ولا توجد علة ولا حكمة هنا إلا جهل الذي كتب الكلام هذا بالعربية إلا جهله بالعربية كأني بقوم قد خرجوا من أقصى بلاد المشرق من بلدة يقال لها شيلة يطلبون حقهم من أهل الصين فلا يعطون هنا خلل ثم يطلبونه فلا يعطون هنا خلل فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فرضوا بإعطاء ما سألوه فلم يقبلوا من هم الذين رضوا ومن هم الذين أعطوا ومن هم الذين لم يقبلوا هذا ما هو بكلام عربي دققوا النظر في الرواية أقول للسائلين دققوا النظر في الرواية في مصدرها هل تفهمون هذا الكلام هذا ما هو بكلام عربي فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فرضوا بإعطاء ما سألوه فلم يقبلوا وقتلوا منهم خلقا كثيرا من هو القاتل ومن هو المقتول من هو القاتل ومن هو المقتول هناك قواعد للتمييز من هو الفاعل من هو المفعول به أين المسند وأين المسند إليه أين العامل وأين المعمول في هذه الجمل لا يوجد عامل ولا يوجد معمول ولذلك لا تفهم هذه الجمل أئمتنا هكذا أمرونا أئمتنا أمرونا كما نقرأ في الكاف الشريف إنه الجزء الأول من الكاف الشريف من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة الثالثة والسبعين الحديث الثالث عشر بسنده عن جميل ابن دراج عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أعرب حديثنا فإنا قوم فصحاء نحن لا نتكلم إلا الكلام الفصيح فأعربوه المراد من الإعراب الإعراب النحوي الإعراب الصرفي والمراد من الإعراب الإعراب اللغوي والإعراب الإلقائي حينما نتلفظه حينما نلقي الرواية أن تلقى في أعلى مستويات الفصاحة والإلقاء والإعراب الإعراب المعنوي حينما نشرحها نشرحها وفقا لللغة الصحيحة ووفقا لقواعد النحو والصرف ووفقا لقواعد البلاغة العربية المتينة أعرب حديثنا فإنا قوم فصحاء أين العامل وأين المعمول في هذه الجمل وأين الفاعل وأين المفعول هذه التراكيب ليست عربية من هنا قلت لكم هذا خراء وما هو بنص حتى يسألني أسائل فيقول فهل يمكن أن نهمل هذه الرواية ونتمسك بالرواية الأصل كيف تقارن يا عزيزي بين الذهب الإبريز وبين الخراء المتعفن أما أولئك الذين يحكمون بهذه الرواية على تلك الرواية فعقولهم مشحونة بالخراء المتعفن هؤلاء جهال وأعمتهم الصنمية ولا يفقهون شيئا لا من حديث العترة الطاهرة ولا من العربية الفصيحة الصحيحة أنا أعرف من هؤلاء هذا الكلام ليس جديدا بالمناسبة هذا الكلام نحن نسمعه منذ الثمانينات هذه الرواية كانت توزع في مدينة قوم منذ الثمانينات هذا ليس جديدا هذه المطالب أنا اشتغلت عليها منذ الثمانينات منذ كنت في العشرينات من العمر فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فرضوا بإعطاء ما سألوه فلم يقبلوا من هم أولاء الذين رضوا ومن هم الذين أعطوا ومن هم الذين لم يقبلوا فرضوا بإعطاء ما سألوه فلم يقبلوا وقتلوا منهم خلقا كثيرا من هو القاتل ومن هو المقتول هذه التراكيب ليست عربية بالمطلق بالمطلق يا أيها الناس هذه أوامر الأئمة أعربوا كلامنا أعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء ثم يسخرون بلاد التركي والهندي كلها هذا التعبير ليس موجودا في قواعد الاستعناس اللغوي ليس مستعنسا لا في القرآن عودوا إلى القرآن عودوا إلى القرآن وتتبعوا هذا الفعل يسخر عودوا إلى نهج البلاغة وتتبعوا هذا الفعل يسخر عودوا إلى الروايات والأحاديث هذا الفعل لا يستعمل بهذه الطريقة لا يستعمل في فتح البلدان وفي السيطرة عليها شاع في الأزمنة المتأخرة وجاءنا منتقلا من اللغة الفارسية في اللغة الفارسية يوجد هذا المعنى من أن السيطرة على البلدان هي عملية تسخير تسخر البلدان الكلام الكلام البليغ لا بد أن يكون ضمن قواعد الاستعناس اللغوي قد يصح هذا المعنى لغويا فنقول يسخرون بلاد الترك أي يخدعونهم ولكن هذا الكلام ليس مستأنسا في المحاورات الأدبية العربية وبعد ذلك نحويا التركيب خاطئ يفترض أن يكون ثم يسخر وليس يسخرون فهذا فعل من الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون وهذه ثم عاطفة الأفعال السابقة كانت مجزومة فلم يقبلوا هذا فعل مجزوم وهذه ثم عاطفة عاطفة بالعطف التراتب فلم يقبلوا ثم يسخروا وليس يسخرون الفعل يأتي هنا مجزوما لأنه معطوف على فعل مجزوم وهذه قواعد عطف الفعل على الفعل فهذا الذي كتب هذا الكلام لا يعرف هذه القواعد ثم يسخرون بلاد التركي والهند كلها ويتوجهون هذا أيضا ليس صحيحا ويتوجه لأن الواو عاطفة هنا فإنها تعطف على ما قبلها فيفترض فلم يقبل ثم يسخر ويتوجه وليس ويتوجهون ويتوجهون إلى خراسة ويطلبونها من أهلها نحويا هناك خطأ يفترض ويطلبوها لأن الفعل معطوف على فعل مجزوم قبله ويطلبوها وهذا التركيب لا يخضع لقواعد الاستعناس اللغوي لا يوجد في التعابير العربية البليغة ويطلبونها من أهلها هذا التعبير ليس بليغا كيف يطلبونها من أهلها فلا يعطون أين المفعول به يفترض فلا يعطونها فيأخذونها قهرا الصحيح فيأخذوها لأن الفاء عاطف هنا إنها عاطفة على تسلسل الأفعال المعطوفة سابقة لأن الكلام لم ينتهي بعد فيأخذوها قهرا هذا التركيب ليس سديدا لا من الجهة النحوية ولا من الجهة البلاغية ويريدون أيضا هذا التعبير خاطئ ويريدوا لأن الواوى عاطفة وهذا عطف فعل على فعل فلابد أن يكون مجزوما لأن الكلام لم ينتهي بعد هذا حدث واحد لم يقبلوا ثم يسخر ويتوجه ويطلبوها من أهلها فيأخذوها قهرا ويريد لا زال الكلام مرتبطا بحدث واحد ويريد هذا التعبير ليس دقيقا ويريد أن لا يدفع الملك إلا إلى صاحبكم لاحظوا التعبير السليم ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم هذا التعبير العربي البليغ هذا تعقيد التعقيد في التعبير ينافر البلاغة وينافر الفصاحة ما هي عيوب الكلام عيوب الكلام أول عيب التعقيد التعقيد في التراكيب اللفظية مع الخطأ النحوي ويريدون والمفترض ويريد ويريد أن لا يدفع الملك إلا إلى صاحبكم مع الذين قتلوهم من هم هؤلاء من هو القاتل والمقتول فانتقموا منهم من هم هؤلاء من هم هؤلاء ثم وتعيشوا في سلطانه هنا المفروض وتعيشون لأن الكلام انتهى وجاءت واو استعنافية بعد الواو الاستعنافية ينقطع العطف النسقي وهو العطف بالحروف لأن العطف نوعان في العربية هناك عطف البيان وهناك عطف النسق عطف البيان له قواعده وعطف النسق وهو عطف الحروف له قواعده ايضا هذه الواو استعنافية بعد الواو الاستعنافية يبدأ الكلام جديدا الافعال التي يفترض ان تحذف منها النون اثبت لها النون والافعال والافعال يفترض ان تكون النون موجودة حذف منها النون وتعيش في سلطانه يفترض وتعيشون وتعيشون في سلطانه الى اخر الدنيا اين الرجعة اين الرجعة اخر الدنيا الرجعة الدولة المحمدية العظمى فكيف نعيش في سلطان المهدي الى اخر الدنيا هذه عقيدة النواصب من ان الدنيا تنتهي بانتهاء الحكم المهدوي ولذلك قلت لكم هذا خراء هذا ما هو بنص الرواي اصلا ما هو بنص عربي بعيدا عن الروايات ما هو بنص عربي هذا الكلام ليس مفهوما لانه لا يخضع لقواعد النحو وقواعد الصرف وقواعد اللغة وقواعد البلاغة انا لم احلل النص بشكل كامل لانه لا يستحق التحليل وإلا فهو يخالف القواعد النحوية والقواعد الصرفية والقواعد اللغوية والقواعد البلاغية الا انني ذكرت جانبا من عيوبه هكذا هو الواقع حقائق احاديث العترة الطاهرة هكذا تواجه من قبل الشيعة وهكذا هؤلاء هم سيواجهون امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نذهب الى فاصل في غيبة النعماني في الطبعة نفسها صفحة 308 انه الحديث الثالث بسنده بسند النعماني عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ان القائمة ان القائمة صلوات الله عليه يلقى في حربه ما لم يلقى رسول الله لان رسول الله صلى الله عليه وآله اتاهم وهم يعبدون الحجارة المنقورة والخشبة المنحوتة وان القائمة يخرجون عليه فيتأولون ويقاتلون عليه كتاب الله ويقاتلون عليه هذا الامر يجري الان على حديث العترة الطاهرة كل جاهل لانه يقدس عجله يحارب حقائق حديث العترة الطاهرة لانه يريد ان تشرح الاحاديث بحسب هوى عجله هكذا تجري الامور ولذا اقول لطالبي الحقيقة عليكم ان تكونوا احرارا حرروا عقولكم حرروا عقولكم من قذارات عجول المرجعية في النجف وكربلاء حرروا عقولكم ان القائم يلقى في حربه ما لم يلقى رسول الله لان رسول الله اتاهم وهم يعبدون الحجارة المنقورة والخشبة المنحوطة وان القائم يخرجون عليه فيتأولون عليه كتاب الله ويقاتلون عليه نبينا الاعظم صلى الله عليه وآله يقول انا افصح من نطق بالضاد فكيف نقبل هذا الخراء على رسول الله وآل رسول الله هذا المضمون لرسول الله ولهم جميعا ما لأولهم فهو لآخرهم وما لآخرهم فهو لأولهم امير المؤمنين يقول وانا لأمراء الكلام وفينا تنشبت عروقه وعلينا تهدلت غصونه وانا لأمراء الكلام هؤلاء هم محمد وآل محمد فكيف يكون هذا الخراء منسوبا إليهم وإنا لأمراء الكلام وفينا تنشبت تنشبت ذهبت بعيدا هذه الجذور وفينا تنشبت عروقه وعلينا تهدلت غصونه هكذا نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور دال على نفسه بنفسه فكيف نقرأ هذا الكلام ونحن لا نعرف الفاعل من المفعول والعامل من المعمول أي هراء هذا وأي خراء هذا فهل تعتقدون أنني لم أكن مطالعا على هذا الخراء وأنا أشرح لكم الرواية قلت لكم هذه الرواية كانت توزع في منشورات منذ بداية الثمانينات أنا قرأتها في منشورات كانت توزع على ما أتذكر في السنة الثانية والثمانين الف وتسعمائة واثنين وثمانين في مدينة قم كان يوزعونها إنها الصراعات ما بين المرجعيات وما بين العمائم وأنا لا علاقة لي بكل هذا أنا أبحث عن إمامي وأتعامل مع كلماتهم وأحاديثهم وأسلم عنقي ل المنهج الذي تعلمته منهم في فهم أحاديثهم هكذا نقرأ في أحاديثهم صلوات الله عليهم إنني أقرأ عليكم من الصفحة الرابعة والأربعين بعد المئة إمامنا أصادق صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من غيبة النعماني أصادق يقول خبر تدري تدري من جهة النحو والصرف واللغة والبلاغة ومن جهة منظومة الأحاديث الأحاديث التي شرحتها لكم وهذا الحديث بالذات كان جزءا من منظومة حديثية متكاملة خبر تدري خير من عشر ترويه من عشرة أخبار ترويها هناك خلل في هذا الحديث قطعا هذا الخلل من النساخ ويوجد خلل كثير في الأحاديث إن لكل حق حقيقة ولكل صواب نور ثم قال إنا والله لا نعد الرجل من شيعتنا فقيها حتى يلحن له فيعرف اللحن حتى يلحن له فيعرف اللحن أي أنه يتذوق طريقتنا في الحديث وحينما ينقل له الكلام بغير طريقتنا فإنه يميزه يشخصه حينما لا أعبأ بهذا النص لأن النص لا علاقة له بالعترة الطاهرة هذا نص خرائي والنص الذي قرأته عليكم بخصوص قيام المشرقيين من غيبة النعماني هذا نص ذهبي ومن الذهب المصفى من الذهب الإبريس إنا والله الإمام يقسم إنا والله لا نعد الرجل من شيعتنا فقيها حتى يلحن له فيعرف اللحن عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر صلوات الله عليه كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء أما أني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر بلاغة واضحة نص متماسك نحويا وصرفيا ولغويا وبلاغيا ويأتي منسجما مع منظومة الأحاديث ماذا تقولون لهذا الخراء فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فرضوا بإعطاء ما سألوه فلم يقبلوا وقتلوا منهم خلقا كثيرا من هم هؤلاء أين هذه البلاغة من هذا الخراء الذي لا معنى له هكذا نقرأ في أحاديثهم الشريفة إنني أقرأ عليكم من الجزء الأول من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الحادية والستين بعد المئة الباب الخامس الحديث الأول عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه إني أحب أن يكون المؤمن محدثا قال قلت إنه عبيد بن هلال هو الذي يقول قال قلت وأي شيء المحدث قال المفهم أما هذا الذي يعتقد أن الرواية هذه التي هي كلام خرائي هي من حديث العترة الطاهرة فهذا ما هو بمفهم هذا مثول مثول فعندنا المؤمن المفهم وعندنا المؤمن المثول لقد ثولته عقيدة آبائه لقد ثولته عقيدة عجله الذي يترأس عليه والذي جعله حمارا وركب على ظهره كلامنا في الحلقة الماضية عن الرئاسة وعن الرؤساء والمرؤوسين أئمتنا يريدون من المؤمن أن يكون مفهما وهذا التفهم بإمكان الإنسان أن يحصله وما كان حديثي في الحلقة الماضية إلا مقدمة لموضوع التفهيم من أن الإنسان يتجرد من التقاليد الموروثة من الدين الموروث من آبائه وأجداده يخلص نفسه من طامة الرئاسة إن كان طالبا للرئاسة بنفسه أو كان مرؤوسا يقدس رؤساءه العجول حيث ستنتهي بصيرته ستدمر إني أحب الإمام الرضا يقول إني أحب أن يكون المؤمن محدثا قال قلت وأي شيء المحدث قال المفهم حتى حتى إذا أصبحت حمارا بأربعة حوافر وذيل طويل وبوز كبير محترام وأذنين طويلتين مرتفعتين وبنهيق مطربين حتى لو وفقت وأصبحت كذلك واعتبرت هذا الخراء رواية فإنها رواية مشتبهة الروايات المشتبهة لا نعمل بها نتركها ونعود إلى المحكم نعود بها إلى المحكم هذه قواعد العترة في التعامل مع حديثهم إنني أقرأ عليكم من الجزء الأول من عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران في الصفحة الثانية بعد الأربعمائة إنه الحديث التاسع والثلاثون بسنده بسند الصدوق عن أبي حيون مولى الرضا عن الرضا صلوات الله عليه من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم ثم قال إمامنا الرضا إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا فتضلوا إذا افترضنا هذه رواية فإن اتباعها ضلال لأنها رواية متشابهة لا تخضع لقواعد العربية الفصيحة الصحيحة فنعود إلى الروايات المحكمة هكذا يريد منا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قلت لكم يكون هذا إذا وفقت وصرت حمارا بأربعة حوافر وذيل طويل وبوز كبير محترام وأذنين عاليتين مرتفعتين كبيرتين وبنهيق مطرب إذا أصبحت بهذا الحال يمكن يمكن أن أقبل أن هذا الخراء رواية لكنها ستكون متشابهة وحينئذ سنضعها جانبا نعود إلى المعنى الذي جاء في النص المحكم الذي قرأته عليكم من غيبة النعماني رضوان الله تعالى عليه أصورة واضحة والأمور جليت وهذا النص الذي فسرته بالثورة الإيرانية الخمينية أتحداكم جميعا أن تبحثوا في التعريخ أن تجدوا تفاصيل حدثت على أرض الواقع كالتي بينتها أتحداكم جميعا جئوني بمعلومات كالمعلومات التي جئت بها إذا ما جئتموني فإنني سأقبلها لكنني متأكد لن تستطيع لأنني قد قلبت كتب التعريخ بكاملها بحثا عن التفاصيل فما وجدت إلا التفاصيل التي ذكرتها بنحو إجمالي لو كنت قد ذكرتها بنحو تفصيلي لطلعتم على كثير من المعلومات على كثير من المعلومات وأمتلك الكثير من الحقائق والمعطيات التي ترتبط بهذا الموضوع لكنني لا أستطيع بيانها لأنني لا أمتلك حاليا أدلة حسية عليها لو امتلكت أدلة حسية عليها لو وضعتها بين أيديكم أمتلك الكثير من المعلومات والكثير من التفاصيل التي جرت في تلك الأيام في الكواليس وإنني لمطلع عليها بنحو تفصيلي لكنني لا أمتلك الأدلة الحسية عليها أنا أعتقد بصحتها وأفهم الأمور على أساسها لأنني متأكد بدرجة كاملة من صحتها لكن لكنني لا أستطيع أن أشارككم بها لأنني لا أمتلك أدلة حسية عليها أما أني لو أدركت ذلك لو أدركت قيام المشرقيين باقر العلوم يقول لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر وهذا الذي أقوم به هو جزء من الاستبقاء إنها عملية التمهيد لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه كل بحسبه نموت على هذه النية فإنها أفضل نية نموت عليها ليس ضروريا أن ندرك أيام الظهور الضروري أن نعمل ليلا ونهارا لأجل إمام زماننا الضروري أن نستيقظ على هذه النية وأن ننام على هذه النية وأن نعمل بهذه النية وأن نموت على هذه النية ليس ضروريا أن يظهر الإمام في أيامنا وليس ضروريا أن نكون جنودا في جيشه أن نكون عبيدا في فنائه عند الظهور الشريف الضروري أن نكون في المقام والموقف الذي يريد الإمام منا أن نكون فيه فماذا يريد الإمام منا ونحن في هذا الزمان في زمان غيبته يريد منا أن نكون في مقام خدمته وخدمته تتجلى في التمهيد لمشروعه المهدوي الأعظم